من جانبه قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتعرض في الوقت الحالي لهجوم أو للهجوم وهي تمارس حقها في الدفاع عن نفسها وطلب حلف الأطلسي بأن يكون مستعداً لمساعدة في ذلك وضف أن بلاده لن تتراجع أمام إرهاب الجهاديين وحزب الأعمال الكردستانية وأن العملية ستستمر بالعزم نفسه على حد وصفه وأشار إلى أنه من المستحيل مواصلة عملية السلام مع من يعرضون وحدة تركيا للخطر أريد من الناس أن يكونوا على يقين من أن الذين يمشون في الريف وفي المدن الكبرى يرتدون أقنعة ويحملون بنادق وأحزمة ناسفة سيلقون الرد اللازم من قواتنا الأمنية والهيئات القضائية